السلام عليكم وكون هذا الاسم ارتبط بالقوة والعظمة والاستكبار وكون الخبر اندثر في رفوف النسيان فلم يكن له صدا ولا اثر نعم فلم تكن سلسلة الحروب الثقيلة التي تحملها مجلدات التاريخ الامريكية الوحيدة في حياة الامريكان بل هناك حروب لم يضع صيطها لغفلة او لعمد وهذا حال الحرب البربرية الامريكية الاولى او ما يسمى حرب الساحل البربري والتي استمرت من عام الف وثمانمائة وواحد الى الف وثمانمائة وخمسة والتي حملت هذه التسمية نسبة الى ساحل شمال افريقيا الغربي كما تسمى احيانا الحرب الامريكية المنسية كونها غابت من ذاكرة الشعبية الامريكية في غضون جيل واحد وما يميز هذه الحرب عن غيرها هي انها اول حرب شنتها امريكا خارج حدود البلاد ضد سلطنة المغرب مراكش المستقلة والولايات العثمانية الثلاث الجزائر وتونس وترابلس التي كانت تقع في شمال افريقيا وانتهت بهزيمة الامريكان واذلالهم سبب اشتعال شرارة الحرب وتبدأ قصة هذا العار الذي الم بالامريكان على يد المسلمين حين رفضت امريكا دفع الجزية للحاكم العثماني في طرابلس يوسف قرى مانلي نظير دخول الاسطول الامريكي الى البحر المتوسط وعلى عكس ما كان مفروضا عليها دخلت السفن الامريكية مياها المتوسط ضاربة بعرض الحائط بتصاريح البحرية العثمانية اللازمة لذلك اما الرد العثماني تجاه هذا التمرد من قبل الامريكان فقد ترجمه والي الخلافة العثمانية بتكسير سارية العالم الامريكي في سفارة الولايات المتحدة بمدينة طرابلس الليبية وبإهانة السفير الامريكي وطرده وكانت هذه الاسباب الاولى لاشتعال شرارة الحرب بين الطرفين اقرار امريكي واتفاقات دولية وقد كان متفقا ان يدفع الامريكان للأساطيل العثمانية والأساطيل البربرية التابعة لدول الساحل البربري الجزية مقابل ان تقوم من جهتها بحماية السفن التجارية التي تعمل في البحر المتوسط وكان الاتفاق ايضا على ان تقدم امريكا الات ومهمات حربية قيمتها 4000 ريال و10000 ريال اخرى نقدا مصحوبة بهدايا قيمة ثم لم تكن امريكا لوحدها من يدفع الجزية بل شاركتها في هذه الحال جميع الدول الاوروبية التي تستفيد من الحماية في الممر المائي في المتوسط ويجدر الاشارة ان الامريكان انفسهم لجأوا للعثمانيين طلبا للحماية والنجدة في اواخر القرن الثامن عشر الميلادي وبعد ان تعرضت السفن الامريكية للاعتداء وعجزت عن حماية سفنها فلجأ الامريكان الى توقيع على معاهدة مع تركيا في الخامس من سبتمبر سنة 1795 مكتوبة باللغة التركية وهي المعاهدة الوحيدة المكتوبة بغير لغة انجليزية اقر فيها اول رئيس امريكي جورج واشنطن دفع الجزية للمسلمين وسلم العثمانيين على الفور 642 الف دولار ذهبي و1200 ليرة عثمانية اطلقت على اثرها الجزائر صراح الاسر الامريكيين الموجودين لديها وحضيت السفن الامريكية بالامن والحماية خلال ابحارها في مياه المتوسط الامريكان يجمعون ويمقرون ولكن الامريكان لم يرضوا بهذا الوضع وهذه التبعية فقاموا بتقوية قواتهم البحرية وارسال اسطولهم البحري الى المتوسط وكان ذلك في عهد توماس جيفرسون ثالث رئيس للولايات المتحدة الذي قال سوف نلقن هذا العثماني الابلة ويقصد حاكم ترابلس درسا لن ينساه في فنون القتال وسنجعله نصرا مدويا ندشن به حقبة جديدة لاسطولنا وتواجدنا العسكري في اكثر مناطق العالم حيوية وبهذا ايها السادة نكون قد خطونا الخطوة الاولى نحو بناء الامبراطورية الامريكية كانت هذه اللغة المستكبرة التي بدأت بها امريكا خطواتها الاولى في التخطيط لتمرد على الاتفاقات المواقعة مع المسلمين ورافق هذا التخطيط مماطلة في دفع الجزية المفروضة على الامريكان ولم تتوقف ردود الامريكان على مجرد تصريحات بل ارسل الرئيس الامريكي توماس جيفرسون فعلا اسطولا بحريا بهدف رد اهانة والي ترابلس يوسف قرامانلي ولكن المفاجأة التي كانت تنتظر جيفرسون هي هزيمة كارثية لجيشه انتهت بمحاصرة الاسطول المغرور واسري بين قاسين فيلاديلفيا اكبر سفينة امريكية ليستسلم اثر ذلك حوالي 300 بحار امريكي وبان العجز الامريكي بشكل اكبر حين فشلت في استعادة سفينتها وتحرير اسراها المحاولات الامريكية لم تقف عند الميدان العسكري بل لجأت الى الحيلة والمكر حين حاولت توظيف الخلافات بين والي ترابلس وشقيقه احمد باشا قرامانلي في مصر ولكنها محاولات باءت بالفشل رغم ما قدمه الامريكان من رشوة لاحمد باشا بسبيل تغيير نظام حكم شقيقه وتسليمه دفة الحكم بدلا منه وكانت المفاجأة الاكبر للامريكان حين حصروا مدينة درنة شرق ليبيا ثم انتهى حصارهم بهزيمة شانيعة على يد قوات المسلمين التي استنجد بها والي ترابلس من المغرب والجزائر وتونس والدولة العثمانية فهبت ملبية كالسيل الجارف لتكبد الامريكان في يوم واحد حصارة 1800 من جنودها واسر 700 اخرين فيما حصر الباقي وادت هذه الهزيمة بامريكا الى توقيع اتفاقية مذلة لها مع ولاة تونس وطرابلس والجزائر والمغرب بموجبها تدفع امريكا تعويضا للدول الاسلامية عن كل جندي قتل وتدفع ايضا الجزية مضاعفة عن السابق فضلا عن الاتذار للدول الاسلامية الثلاث هنا فقط وحين قالت الاقدام الثقيلة كلمتها تقطأت امريكا رأسها وجاءت مرغمة تجر اذيال الهزيمة لتجلس على طاولة المفاوضات ذليلة ولتوقع معاهدة اخرى اذل من الاولى في تركيا وهي اتفاقية طرابلس في العاشر من يونيو سنة 1805 حيث تكلفت امريكا اضعاف الجزية الاولى التي كانت تدفعها واصبحت ملزمة بدفع غرامات مالية تقدر بثلاثة ملايين دولار ذهبا وضريبة سنوية قدرها عشرين الف دولار سنويا واستمرت امريكا في دفع هذه الجزية مكرهة مهانة لتضمن حماية سفونها من القوى الاسلامية حتى سنة 1812 قد يحاول الامريكان محو هذه الصفحة من كتب تاريخهم وتغييب هذه الحقائق عن ابنائهم ولكن يأبى الحق الا ان يظهر على ملكات السنتهم وهذا ما فضحه نشيد البحرية الامريكية الشهير والذي يقول مطلعه من قاعات مونتيزومة الى شواطئ طرابلس نحن نحارب معارك بلادنا في الجو والارض والبحر في اشارة الى المعركة التي بقيت محفورة في ذاكرة الامريكان بسبب مرارتها وقوة اهانتها لكبريائهم وغرورهم اما نحن كمسلمين فعلينا ان نعيى ان اي مفاوضات مع الامريكان لن تكون مجدية دون قوة قاهرة على الارض وان اي خيار سياسي لن يكون مثمرا الا اذا اسنده غلبة عسكرية في الميدان وان اي مغامرة دون تمكين للاقدام الثقيلة ستنسف كل تضحيات والجهود في محبات الانتحار فلا سياسة بلا قوة عسكرية ولا مفاوضات بلا انتصارات في الميدان وان كانت دفعت امريكا الجزية بالامس للعثمانيين فلن يكون امرا مستحيلا ان تدفع غدا لقوم احسن الثبات والالتزام باسباب العزة والنصر برأيك هل اصرار الجانب الصهيوني على تسمية محور صلاح الدين بمحور فلاديلفيا له علاقة بتلك الواقعة او باسم تلك السفينة التي هزمها المسلمون منذ قرون؟ اشتركوا في القناة